شهر مارس واضح كده انه بالبلدي شهر المرأة لانه فيه اكتر من احتفال لعلاقة بالمرأة يوم المرأة العالمي يوم 8 مارس عيد الام وكورينا عارفينه يوم 21 مارس ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية هنتكلم عن تفاصيل يوم المرأة المصرية النهاردة بس خلوني كمان اقول انه فيه كثير من الامهات بتطالب او مش عايزة تحتفل بيوم عيد الام لانها شايفة انه الاحتفال الحقيقي هو يوم القصاص لحق ولادها اللي استشهده خلال السنة اللي فاتت مش بس في يناير والقصاص هو المطلب الاساسي علشان الام تحس ان ده يعني خدت حقها او خدت حق ولادها بس على العموم احنا النهاردة هنتكلم عن يوم المرأة المصرية ونعرف تفاصيله ونعرف تاريخه منذ فطنة اللي بتشرفنا في الستوديو النهاردة واستاذة ناهد حمزة نائب رئيس تحرير الاخبار وهي المسؤولة عن قسم المرأة نهارك سعيد يا فاني سباح الخير نهاركم سعيد وكل سنوط طيبين وفعلا شهر مارس ده شهر المرأة وشهر الربيع وشهر الحاجات الحلوة سباح الخير نهارك خلينا نعرف من حضرتك 16 مارس بكرة الجمعة 16 مارس يوم المرأة المصرية يرجع لإيه بقى تحديد 16 مارس وليه تم اختيار اليوم ده وإيه حكاية 16 مارس هو يوم المرأة العالمي اللي اخترته الامم المتحدة هو يوم 8 مارس وده اختاروه لأسباب عندهم لكن بقى في مصر هنا 16 مارس سنة 1919 قامت الثورة الست المصرية وخرجت في المظاهرات واستشهد بعضهن فكانت دي أول مرة وقاموا عشان يطلبوا بحرية مصر وتظاهروا ضد الإنجليز وده كان موقف حلوي جدا جدا لأول مرة نزلت المرأة وده فكرنا برضو بـ 25 ينايرا منزل برضو المرأة إلى جانب الرجل فاخترنا احنا في مصر 16 مارس علشان يكون يوم عيد المرأة المصرية دي أول مرة يتم الاحتفال لا الاحتفال يختير من كام سنة وفي كل سنة بيعملوا احتفالات السنة دي بقى حيكون الاحتفال طبعا على مستوى الجمعيات وعلى النسائية وحتى بالنسبة لمصر المجلس القومي للمرأة حياخد مطالب ويطلع بكرة يوم الجمعة يقابل فيها رئيس وزراء مصر ويعرضوا مطالب المرأة المصرية المرأة المصرية عندها دايما مطالب المرأة المصرية نص البلد رجال ونص نساء وكمان النساء بتربي الرجال والشمام اللي بيبقوا بعد كده رجال تمام بس دي احنا عادة حيبينه بيتم الاحتفال بيبقى لنا اكتر من سنة بس انا يمكن السنات دي اول مرة حيس ان بيتعمل حواليه زخم يعني عادة من احتفل بتمانية مارس اللي هو اليوم العالمي للمرأة وده بيبقى احتفالات ضخمة والمكتمع المدني عادة بيحتفل بي لكن يقول المرأة المصرية السنات دي يمكن اول مرة حيس ان فيه بيادر انا هقولك ليه ان المرأة المصرية الايام دي غضبة غضبة ان هي حاسة ان هي وقفت الى جانب الرجل في المظاهرات ومدن التحرير وكده وفي نفس الوقت لقيت ان دورها بيتراجح اما جم اول حاجة مجلس الشعب عدد التمثيل النسائي ضحيف جدا بيعملوا هيعملوا الدستور المرأة خايفة ان ما يكونش لها التمثيل الكافي بنبص للدول العربية والدول التانية بنلاقي المرأة بتاخد مزيد من الحقوق واحنا محلك سير يا سعد بنحنا بنرجع الوراء كمان دلوقتي احنا عايزة نشيره ايه السبب افهم يعني هو بيتهم الستاب بتتهم انه يقولولهم يا بنات سوزان او ان الحقوق دي اللي كانوا وغدينها دي قبل طول 25 يناير ان دي كان عشان هما بنات سوزان مبارك وجزء كمان اتلغى جزء الكوتا الكوتا حدريك شايفها ازاي انا هقول لحضرتك اول حاجة حكاية ان احنا نحط اي مكسب للمرأة للمرأة مع اي زوجة رئيس الجمهورية ده غلط احنا مش رسم نختصر المسألة اول حاجة المرأة زي ما انا قلت لحضرتك من 1919 يعني من القرن الماضي وهي بتحاول تاخد حقوقها المرأة المصرية من سنة 52 خدت كتير من الحقوق وبقالها بعد كده حق الترشيح ما كانش المرأة ليه حق الترشيح يعني احنا من اول الناس يعني روي عطية دي كانت داخلة للبرجمان انا كنت طفلة شوف انا دلوقتي ست كبيرة وجدة يعني احنا الحقوق مش من ايام زي مبارك ولا من ايام جهاني السادات ولا من ايام زوجة طبليب التراجع ده هم يعني هم بيحاولوا يحجموا المرأة فبيجيبوا اي اي مكاسب المرأة خدتها خدتها بتعب وكفاح من سنة ما طلعت سنة 19 للحرب في بورسعيد للام اللي ساشدوا ولدها في مدان التحرير يعني المرأة دايما بيطعطي لكن دايما فيه ناس بتحاول تقعاتها وترجحها الورا ازاي تقدر ترجع احنا نص المجتمع سيدات كمال اللي حاجة دلوقتي فيه سيدات كتير بتحول مش الست المهندسة والدكتورة لا ده فيه الست اللي بتنزل تبيعه خضار الست اللي بتحلب اللبن يعني فيه 30% من الأسر المصرية بتحولها سيدات تاني حاجة عاوز حتى الستة ما بتنزل وبتشتغل اول حاجة بتعملها بتاخد دخلها تحسن بيه ظروف ولادها المعيشية اللي سيدة ما بتاخد دخلها ما بتنزلش تععد على قهوة ولا بتشتغل بتنسى جاير ولا بتعمل اي حاجة بيبقى اهم حاجة عندها ازاي ترفع اصرتها فانت ما بترفع يعني مستوى المرأة انت بترفع مستوى القسرة كلها يعني Off Sea عاوز تقيس حضارة اي شعب ولا ما كانتو اول حاجةيت ما بيجي اي حد اسأل ا啥 اوضاع المرأة ايه أوضاع الطفولة فالبلد المتقدمة بهتموا بالأمومة والطفولة والمرأة والطفولة عشان تشارك في الحياة السياسية لو اتكلمنا عن مثال عربي تونس وهي بتعمل الانتخابات بتاعتها عملتها بالتبادل رجل امرأة رجل امرأة عشان تضمن تمثيل المرأة احنا هنا جينا لغينا الكوتة وقلنا انه كان لرد على الغاءها انه والله احنا لنا طبيعة خاصة طب احنا ازاي نقدر في الفترة اللي جاية ان احنا نأكد على دور المرأة وازاي نقدر نديها حقوق في الفترة القادمة في ظل الوضع المتردي والتمثيل القليل جدا في البرلمان جميل اوي شاءل حضرتك على فكرة استاذ نايت بس هو و هو بيقولني اديها حقوقها وكأنه هو اللي بيوفي برضو هي كمجتمع 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 مذكر السؤال ده اللي قلته يعني هم مثلا في تونس ما قالوش دي قوانين وسيلة برقيبة وراحوا لغين كل قوانين اول حاجة الكوتة دي ما هياش ابتكار المرأة ما هياش ابتكار مصري الكوتة دي متعارف عليها في دول كتير اوي اما بتكون في اقلية معينة منها في مصر هنا السيدات بيعملوا الكوتة والكوتة دي ما كانتش معمولة هي اسيء استخدامها لكن ما كانتش معمولة كده لمدى الحياة لأ كانت معمولة لدورتين برلمانيتين يخشوا السيدات وياخدوا كوتة معينة لأول دورة لغاية ما يقفوا على رجليهم ويثبتوا كفايتهم ومش اي سيدة تخش لازم تكون سيدة كف يعني مش هنجيب سيدة ما عندهاش اي وعي سياسي ولا مش مهتمة بالمجتمع ونحطها نقول بس الكوتة لأ يعني هتيجي سيدات مميزات وهما اكتر السيدات المميزات صحيح وان كان برضو بس حتى في تونس دلوقتي فيه برضو هجة حصلة تحديدا في قوانين لي علاقة بالاحوال الشخصية بقانون منع تحدد الزوجات وفيه برضو جدل حواليه هناك دلوقتي بس خيني ارجع للشأن المصري واتكلم على المطالب بالتمثيل النسائي في لجنة سياغة الدستور شافة ما اشبه الليلة بالبارحة من سنة بالزبط كان فيه نفس المظاهرات وان كانت المظاهرات السنة دي او المسيرات السنة دي كانت نكحة جدا السنة الفتت كانت مسيرات فشلة وحصل مشاكل وحصل تحرش وعنف تجاه النساء في الميدان التحيير وفي المسيرات اللي عملوها سنة الفتت لوف 2011 وكان المطلب هو تمثيل النسائي في لجنة تعديلات الدستورية اللي كانت برئاسة المستشار طارق البشر ما حصلش ده وامر الله نفذ واخدنا التعديلات الدستورية وعملنا الاستفتاء السنة دي نفس الشيء فيه نفس المطالبات بانه بفيه تمثيل نسائي داخل لجنة سياغة الدستور لجنة الميد حيث متوقع اين اللي هيحصل دلوقتي هو انا يعني انا متوقع خير يعني هو دلوقتي مثلا المجلس القومي للمرأة اللي هو مفروض بجهة اللي بتمثل المرأة وهي جهة حكومية يعني حتى دي لو جال مجلية الغودة اه اه فده يعني انا بستغرب جدا يعني ازاي ما يبقاش فيه جهة حكومية ممكن الواحد يتحدث اليها دي مهمة جدا جدا دي احنا كمان ماضيين عليها في المصر تدولة ماضيين عليها في الاتفاقيات زي التفاقيات كام ديفيد والدول لما تنضي على حاجة ما تقدرش تتراجع فيها بس انا يعني مش جاية هنا عشان دفع على المجلس القومي اللي جاية بقول ده حق من حقوق مكتسبات المرأة كونهم يلغو يعني بيرجعونا للورا كمان تلاتين اربعين سنة اه اه دلوقتي دولوقتي هيروحوا بكرة لرئيس الوزراء ودولة الفكرة بيتبعوا رئيس الجمهورية او المشير دلوقتي يعني بيتبعوا اعلى رأس في الدول هيروحوا وحيطلبوا ثلاثين في المية اه عاد يعني وكلان كان من ثلاثين لخمسين اه الجمعيات النسائية بتطلب بخمسين انا شخصيا بطلب بخمسين يعني وبعدين ده حتى يعني لو تشوف حتى ويقولك القوانين والدستير يعني الاستاذة فوزية عبدالسطار دي هي يعني يعني فيه سيدات كتير علموا الاسدزة يعني وفيه سيدات كتير لهم وزن في وضع الدستير يعني ليه ياخدوه يعني حتى زي جات ايام القضيات برضو دوشة ومش عارف معنا ده حق طبيعي وضروري تمام فهما بكرا رحين عشان يطالبوا بتلاتين في المية بتلاتين في المية سالة سؤالي وطبعا مطالب اخرى تانية ما هو ما زال سؤالي هو دلوقتي يعني احترمنا طبعا شديد دكتور كمال الجنزوري بس دكتور كمال ما عندوش ايصى الحيات فانه يقول للاجنة المية بقى فيها نسبة قد كده او مش تشتكو لازم كل واحد يقدر يعمل حاجة انتي انا واحدة ست ماشية في الشارع او راجل او راجل وبعدين يعني حتى حقوق المرأة طيب ما هدي ايام قاسم امين بحق الراجل يعني حتى المجلس القومي للمرأة فيه نسبة من الرجال يعني وفيه رجال كتير جدا بيجيبوا الحقوق للمرأة والمرأة كمان بتجيب حقوقها نفسها لكن مش معناها انها تعتمد على الرجل احنا يدى واحدة يعني هي المرأة بالنسبة لك ايه ما هي ممتك واختك وبنتك ومراتك او خطبتك او يعني المرأة بالنسبة لنا شيء كبير اوي انا باقول يعني يمكن لو ما فيش مرأة مش هتصحى الصبح تصرح شعرك انت بتصحى تصرح شعرك انا ما عنديش حاجة صرحها دي ومقبل على الحياة علشان هتيجي تشوف زي الجميلة دي وحتيجي تشوف ضيف يعني المرأة دي جزء مهمة اوي استاذا نهد اكيد محدش طبعا يقدر ينكر دور المرأة لكن في اطار مجتمع في حراك سياسي وفي تغير وفي طيارات بقت هي لها الاغلبية في اتجاه لتهميش دور المرأة كنا بنقول احنا مش مهتمين وعندنا تهميش لكن في المقابل الاعلام والاعلام حتى العالمي مهتم جدا بدور المرأة في مصر لدرجة انه جريدة زي جريدة الجارديان البريطانية قالت ان الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام يجب ان يكون من خلال تكريم المرأة المصرية لدورها في طورة 25 يناير حضرتك شايفة الكلام ده ازاي في اطار الوضع المعاكس اللي احنا عايشين فيه الحقيقة انا شايف ان الجامعات الاهلية ابتدت تنشط انا كنت لسه يوم السبت اللي فات كان فيه تكريم للمرأة المصرية وكان فيه ست سيدات من النساء المصريات كرمتهم الامم المتحدة ومنهم رئيضة العمل الاجتماعي عزيز حسين ومنهم سفيرة ميرفاة تلاوي وطورة هودا بدران وامنا نصير وكان من بينهم رجل كمان والدكتورة ماري اسعد يعني كان يعني العالم برا حاسس ان احنا عندنا رواد يعني مثلا واحدة زي عزيز حسيني دي بتشتغل في العمل الاجتماعي وتنظيم الأسرة من الخمسينيات وكانت بتمثل مصر في الأمم المتحدة يعني احنا عندنا نساء عظيمات كتير جدا جدا في جميع المجالات وفي قطاعات بحالها معتمدة على النساء يعني زي التدريس زي التمريد زي صناعة الدواء يعني السيدات ليهم دور كبير جدا جدا في الانتاج لكن مش حاسس بيشتغلوا في الصمت ده المشكلة انها ما بيعملوش مشاكل أستاذ نهيد لما حضرتك بتسمعي النساء هي اللي بتطالب بإلغاء المجلس القاومة لمرأة ونساء هي اللي بتطالب بإن الستة هي اللي طاعت في البيت ونساء هي اللي بتطالب بتقليص دور المرأة وحقوقها ده بيدي عند حضرتك تنتبع أنا الحقيقة بيجي لي إحساس بالدهشة والإحباط يعني بيجي يعني إزاي يعني إزاي يعني أشوف سيدة تقولك العودة للبيت علشان في مشاكل كتير وشارع زحمة وشارع زحمة والبطالة كلام ده مش صحيح العدم التربية وعدم الاهتمام بالولاد ده مش معناها إن الواحدة خرج لشغله ولا منزلش هي الواحد تربية الولاد بالكيف مش بكمل وقت ياما ستات قاعدين في البيت بيتكلموا في التليفون ويتعقلهم إن تربية الطفل إن هو يبقى نظيفه الغسيل والتنظيف في البيت مش ده لا التربية حاجة تانية والستة اللي بتنزل في الشارع وتشتغله تبقى أكثر وعيا طب أستاذا ناهج ده كلام جميل في الوضع النظري لكن لو تكلمنا مثلا عن وضع سياسي في البرلمان بتاعنا في وضع متردي تمثيل النسائي ضعيف جدا وأداء كمان برلماني أضعف فحضرتك شايفة ده إزاي؟ لا أنا شايفة إن النائبات رغم قلة عددهم إلا إن هم أداءهم البرلماني مش ضعيف هم بس مش بينين في وسط هذا الكام ويعني كام كبير فمش بينين فيه هم حوالي ما تعدوش العشر سيدات لكن هما أنا شفتهم في نقابة الصحفيين وتحدثت معهم سيدات على درجة كبيرة جدا من الوعي وعارفين الشارع المصري لكن هما لسه البرلمان الجديد أو اللي مين في البرلمان الجديد ده أداءه مميز لسه يعني حاجة لسه بصراحة كان عندنا كان عندنا أحد ضيوف هنا وهي عضوة عضوة مجلس الشعب بصراحة أنا يعني كنت مبهورة بيها وكان أداءها يعني على رأس وأداءها وكل حتى أنا إحنا مبارح كان المجلس القومي للمرأة عمل اجتماعه كان فيه قضية شابة أنا كنت مبهورة برضو بيها يعني إحنا عندنا الجيل الجديد من الشابات والمتوسط الستة ما بتنزل ومستة ما بتعمل حاجة بتتقنها يعني حتى على مستوى الأمم المتحدة ده لقوا إن الشركات اللي بترقصها سيدات ومجالس إقدارتها سيدات يه الشركات اللي بتبقى أكثر نجاحا واللي ما بيكونش فيها يعني اختلاسات وما بيكونش فيها سرقات ما هو يمكن حدوك أنا أنا طبعا ما حدش مختلف مع ده يمكن بس حدوك اللب الموضوع زي ما حدوك قلتي إنه مش بينين في وسط ده ويمكن ده سر المشكلة فتداعيات ده ممكن تبقى إيه في القترة القادمة لأنه في إطار خمسمية وتمانية مقعد ما يزيدش عن عشر سيدات فده إزاي ممكن يؤثر على وضع المرأة في المستقبل أنا بطالب بعودة الكوتا على أساس برضو لمدة دورتين برلمانيتين وعلى الأساس ده هيكون فيه كوادر وأنا بطالب إن السياسة تدرس للبنات من المدارس وبعدين نحن تقلتي بممارسة الديمقراطية ممارسة الديمقراطية هتفرس كوادر هي نفكر بس إنه ده هي ترتب عليه كمان زي ما كنا بنقول من شوية لجنة المئة فتمسيل السيدات فيها يبقى إيه إنه ده التشبيه بقى القادم الدستور القادم أقل حاجة نقبلها أقل تلاتين في المية لغاية خمسين في المية هل بقى التارات الأغلبية هتقبل ده؟ لا نعتقد لا عنده حق إن شاء الله يبقى حاجة نقبل أستاذة صحفية ناهد حمزة ناب رئيس تحرير الأخبار والمسؤولة عن قسم المرأة باش وحيك شكرا جزيلا وإن شاء الله يبقين اللقاء قريب جدا مش هايزة قول سنة جاية بس نبقى بنقول إن المرأة بتشارك والمرأة دورها إيجابي ويعني نجاح المرأة وسعادة المرأة معناها نجاح المجتمع ورفع شأن المجتمع بنشكرك جدا سنة ناهد ومشاهدين دي كانت نهاية فقراتنا بيحب بس مفكركم إنه اللي فاتيته الفقرة أو فاتيته أي فقرة ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانيل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة أو ممكن تتواصلوا معنا على تويتر أو على فيسبوك نهارك سعيد فقراتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعون